نواصل في مقرر تنظيم حاسبات اتنين ضمن مواضيع الباب الثاني وهو بعنوان Pipeline and Vector Processing ننتقل إلى الدرس التالي Chapter 2 Lecture 2 Fillings Classification ما هي تقسيمات Fillings لتنظيم الحاسبات فيما يختص بنوع العمليات في هذا الدرس نعرف مصطلح Instruction Stream و Data Stream وهي المصطلحات التي على أساسها قسم Fillings أنواع التنظيم العمليات في الحاسبات ثم نعرف ما هو تقسيم Fillings هناك تقسيمات مختلفة كما نرى في الشكل SISD, MISD, SIMD, MIMD هي تقسيمات Fillings التي سنعرفها في هذا الدرس طيب حتى نفهم تقسيمات Fillings نحتاج أن نعرف أولا ما هي المصطلحات التي بنى عليها Fillings تقسيماته أولا The sequence of instructions read from memory constitutes an instruction stream هذا المصطلح الأول instruction stream ما هو؟ هو سلسلة العمليات التي تقرأ من ذاكرة الحاسب ويطلب من الحاسب تنفيذها أما الData stream فهي the operations performed on the data in the processor بعد أن عرفنا سلسلة التعليمات هناك عمليات موجودة داخل هذه التعليمات يراد إجراءها على البيانات فالعمليات المراد إجراء على البيانات هي التي نسميها data stream طيب إذا كان عرفنا الinstruction stream والData stream Fillings يقول أن the organization of a computer system can be classified by the number of instructions and data items that are processed simultaneously Fillings يقسم تنظيمات الحاسب على أساس عدد الinstruction items والData items التي يمكن معالجتها بالتوازي أو في نفس الوقت simultaneously طيب ما هي تقسيمات Fillings على هذا الأساس؟ Fillings classification device computers into four major groups تقسيم Fillings قسم الحاسبات إلى أربع مجموعات رئيسية المجموعة الأولى تتعامل مع single instruction stream و single data stream وتختصر بSISD أما المجموعة الثانية فهي تتعامل مع single instruction stream ولكنها لها multiple data stream وتختصر SIMD أما المجموعة الثالثة فلها multiple instruction stream أكثر من instruction item ولكن لها single data stream يعني item data 1 وتختصر بMISD بينما المجموعة الرئيسية الرابعة تعمل على multiple instruction stream و كذلك multiple data stream الـ items في الـ items في الـ instructions كثيرة و الـ items في الـ data كثيرة وتختصر بMIMD طيب ما هي مواصفات كل من هذه الأنواع الأربعة؟ نرى في الشريحة التالية نبدأ بـ 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 Single Instruction Stream Single Data Stream في هذا النوع من الحاسبات يكون عندنا Single Control Unit وحدة التحكم واحدة ولنا نتحدث عن حاسب واحد وكذلك وحدة ذاكرة ويتم تنفيذ العمليات في هذا النوع على التوالي إذن عمليات متوالية وليست متوازية في هذا النوع في النوع S-I-S-D تأتي التعليمة ويتم تنفيذ الأوباريشن ثم تأتي التعليمة التالية ويتم تنفيذ الأوباريشن اللي فيها وهكذا وحدة بوحدة النوع الثاني S-I-M-D في هذا النوع من الحاسبات يكون لدينا أكثر من Processing Unit includes many Processing Units ولكن الإشراف على هذه الـ Units المتعددة يحكمه Common Control Unit وحدة تحكم واحدة وفي هذا النوع كل المعاليات تستقبل نفس التعليمات ولكنها تنفذ هذه التعليمات على داتا مختلفة لذلك قلنا Multiple Data Streams All processors receive the same instruction طبعا Single Instruction But Operate on Different Data لماذا؟ لأن الـ Data Items متعددة في النوع الثالث في النوع الثالث MISD المفترض أن الـ Processors تستقبل Instructions مختلفة ولكن كل Instructions تنفذ على نفس الداتا But الـ Processors operate on same data هذا النوع حتى الآن نظري فقط Only theoretical موجود نظرياً كتقسيم من تقسيمات التنظيم عند فيلم ولكن النوع الأكثر شيوعاً في الحاسبات هو النوع الرابع Multiple Instructions Multiple Data Computers هذا النوع من أنواع الحاسبات capable of processing several programs at the same time يتعامل مع أكثر من برامج كل برامج له تعليمات مختلفة ولوه داتا مختلفة Most multiprocessor and multi-computer systems can be classified in this category أغلب المعالجات المتعددة والكمبيوتر المتعددة تقسم تحت هذا النوع من أنواع تنظيم الحاسبات وإلى اللقاء في الدرس القادم